أصعب شيء في الحياة هو إنك تكون متورط في علاقة مع شخص نرجسي الحياة بتكون زي الجحيم بالضبط وبتقع في فخ دورة الإساءة النرجسية اللي بيكون ظاهر إن من المستحيل إنك تقدر تخرج منها أبدا النرجسي بيقلل من إمتك وبيتلاعب بيك وبيعزلك عن باقي العالم اللي حواليك وللأسف دي ما بتكونش حتى بدايتها لأن الحقيقة إن بيتم التلاعب بيك بطرق مختلفة لكن لو أنت فعلاً اتعاملت مع شخص نرجسي هتفهم بالضبط أقصد إيه من كلامي ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بيكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسية إذا كنت مهتم بموضوعاتنا عن النرجسية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجاية الأول أنا ممكن يكون كلامي هيكون بصيغة الزكر لتسهيل توصيل المعلومة لكن لازم تكونوا عارفين كل اللي بنقوله عن النرجسية مش مختص بفئة معينة ستات أو رجالة ولكن ممكن تكون الشخصية النرجسية اللي بنتكلم عنها دي راجل وممكن تكون ست في الحلقة دي أنا هقولك إن فيه أمل وأمل كبير جداً في إنك تقدر تتخلص من علاقة سامة زي دي وهقولك على كل حاجة تخص الإساءة النرجسية وإزاي تقدر تهرب منها وكمان إزاي تقدر تتعافى منها تماماً الأولى جماعة عايزين نعرف إيه هي الإساءة النرجسية الإساءة النرجسية هي أي شكل من أشكال الإساءة اللي بيعملها شخص مصاب بالترابة الشخصية النرجسية هنا إنك تكون عارف وفاهم إن مش العنف الجسدي بس اللي بيكون إساءة ولكن فيه أشكال تانية من الإساءة النرجسية زي الإساءة العاطفية أو اللفظية اللي بتضر الضحية بنفس درجة العنف الجسدي ويمكن أصعب طيب إيه هي أعراض الإساءة النرجسية أصعب حاجة جماعة في الموضوع كله إنك تقدر تعرف إنك فعلاً بتتعرض للإساءة النرجسية لإن الضحية ما بتكونش متأكدة إذا كان اللي بيحصل معاها ده حقيقي ولا لأ ولا كل ده ممكن يكون تخيل أو مبلغة منها وللسبب ده أنا حبيت أجمع كل أعراض الإساءة النرجسية وأشرحها بالتفصيل وأوعيدك إن بعد ما تسمع الحلقة دي هتكون قادر إنك تكتشف الشخص النرجسي من أول مرة تقابله فيها أول حاجة جماعة وهي الابتزاز العاطفي وزي ما هو باين طبعاً من الإسم الابتزاز العاطفي بيحصل لما شخص بيستخدم عواطفك ضدك وده شكل من أشكال التلاعب اللي بيستخدمه الشخص النرجسي باستمرار ضد ضحيته النرجسي بيكون عارفك كويس جداً وعارف إن عواطفك دي هي نقطة ضعفة علشان كده لما بتحاول تسيب النرجسي ممكن يلجأ لإنه يهدد بإنه يموت نفسه أو إنه يأزيك بأي طريقة تانية وده مجرد مثال بسيط من أنواع كتير للابتزاز العاطفي حالة كمان من الابتزاز العاطفي بتحصل وهي الموقف اللي بيكون للنرجسي رد فعل سيء جداً مع أي حاجة تعملها أو تختارها زي مثلاً إذا عملت حاجة هو مش بيحبها هيبدأ يمثل إنه هو ضحية ويهددك بإنه يسيبك أو إنه بيمر بحالة اكتئاب مثلاً بسبب اللي انت عملته علشان انت تحس بالندم الحاجة التانية أسلوب الجاسلايتنج أو التشكيك وده من أهم الأساليب اللي بيستخدمها النرجسي في الإساءة إساءة نفسية عن طريق إنه يلعب بإدراكك وعقلك ويحاول يغير تفكيرك ونظرتك للأمور ويشككك في تفكيرك ورؤيتك للي بيحصل حواليك وده بيخليك تفقد ثقتك في عقلك وإدراكك وتحس إنك زي المجنون والطريقة دي اتعرض لها كل ضحايا الإساءة النرجسية النوع ده من الإساءة بيعملها النرجسي معاك عن طريق إنه يجدب عليك ويخدعك ويغير الحقيقة اللي انت متأكد منها وده بيحصل قوي لما بيكون فيه موقف معين وفيه إثبات كمان على اللي حصل فيه ولما بتواجه النرجسي بالإثبات ده بيشكك فيه ويخليه ملوش أي قيمة ويدعي إن اللي حصل غير اللي بتقوله تماما أسوأ حاجة في الموضوع إنه بيكون واسق جدا لدرجة إنك بتحس إنك مش طبيعي أو إنك تجننت من كتر الثقة اللي بتكلم بيها لدرجة إنك بتحس إنك ممكن تقتنع بكلامه اللي مش حقيقي ده ومن الممكن إن الإساءة دي تحصل لما مثلا تتعرض للاعتداء الجسدي منه أو عمل معاك حاجة موسيقى وبعد فترة معينة بينفي النرجسي اللي حصل تماما وينكر كل حاجة عملها معاك إذا كانت إهانة أو أي حاجة تسببت لك في الأزدة بيوصل الموضوع أحيانا لإن النرجسي يتدعي عليك إنه شافك في مكان معين وإنت فعلا ما روحتولوش أصلا ولا حتى سبق لك إنك روحت المكان ده قبل كده الحاجة اللي بعد كده وهي تقليل الإيمة لازم تكون عارف حاجة مهمة جدا إن النرجسي عنده عدم أمان ناحية أي حد وعنده تدن احترام لنفسه في نفس الوقت وعارف كويس إيمتك وتفوقك ومميزاتك اللي اختارك كضحية علشانها علشان كده كل هدف النرجسي إنه ينزلك لمستواه المتدني ده عن طريق إنه يقلل إيمتك ويهينك باستمرار وبسبب كده هيعمل النرجسي المستحيل علشان يدمر لك عقلك ودي الطريقة الوحيدة اللي هتخليه يحس بالتفوق والتلاعب بيك بكل الطرق الممكنة النرجسي مش هيغلب أبدا إنه يلاقي طريقة يدخل بيها جوه عقلك علشان يقنعك إنك ملكش قيمة أو إنك غير مهم بالنسبة حتى لنفسك في الوقت اللي هتلاقي كل الناس بتقدم لك الاحترام وبتقدرك وبتجملك على معاملتك الطيبة بتلاقي النرجسي بيخترع قصص عن الناس دي واللي بيحبوك بالفعل إنهم بيتكلموا عنك من ورى ظهرك أو إنهم بينتقدوا عيوبك وبالرغم من إن النرجسي بيستخدم طرق مختلفة للإساءة إلا إنها بتودي لنتيجة واحدة علشان النرجسي عايز يديلك انطباع إن هو الوحيد اللي تقدر تصق به ولما بيوصل لده بيقدر وقتها إنه يتحكم فيك زي ما هو عايز ويخليك تنفس كل اللي هو عايزه أما الإساءة اللي بعد كده إنه بيعملك بمنتهى الأنانية لما بتكون في علاقة عاطفية مع شخص النرجسي بتلاقي كل حاجة بتدور حواليه هو بالرغم إنه بيحاول ما يظهرش ده في البداية ولكن بعدين بتكتشف كمية الإنانية اللي جواه الحقيقة اللي ما فيهاش خلاف إن الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب شخصية النرجسية بيكون عندهم كمية غرور غير طبيعية وما بينشغلش بأي حاجة في الدنيا غير بنفسه وما بيهتمش بأي حاجة غير بنفسه النرجسي ما بيعرفش يشوف رأي الآخرين أبداً رغم إنه يقدر يعمل كده ولكن هو تصرفه ده بيكون بوعية تام منه عنده شعور رهيب جداً بالاستحقاق وإنه له الحق في إنه يعمل أي حاجة هو عايزها وفي الوقت نفسه العدل أو المساواة كلمتين مش موجودين في قاموس النرجسي أبداً النرجسي ما بتصرفش كأنه أفضل من أي شخص تاني وبس ولكن كمان بيقول لنفسه الحاجات دي باستمرار في نفس الوقت كل حاجة في الحقيقة بالعكس تماماً لإنه النرجسي بيتعامل مع رعب شديد داخله من الضعف وعدم احترامه لنفسه واللي بيحاول يدريها بإنه يقلل من أي شخص بيتعامل معاه أما الحاجة اللي بعد كده وهي إنعدام التعاطف من الأسباب اللي بتخلي النرجسي ينجازب جداً للأشخاص المتعاطفين هي افتقاره للتعاطف ده ولما بتكون في علاقة نرجسية بتلاقي إن شخص النرجسي ما بيهتمش نهائي بأي مشاعر ليك أو أي معاناة أنت بتحسها ولما بيأذيك النرجسي مش بيحسه ولا بيفكر في اللي أنت بتحس بيه أبداً بسبب أفعاله ما بيفكرش حتى في العواقب اللي ممكن تحصل لك من تصرفه ده ما بيهتمش أبداً بإيه اللي حصل لك وعواطفك دي ملهاش أي اعتبار عنده كل اللي النرجسي ممكن يفكر فيه هو الموقف ده يأثر عليه هو إزاي ودي منتهى الأنانية من النرجسي أما الحاجة اللي بعد كده وهي قصف الحب أو الإغراق العاطفي لو حسيت في يوم من الأيام بالذنب إنك حبيت شخص نرجسي يبقى أنت أكيد ما عندكش فكرة عن المصطلح ده اللي بيوصف فعلاً كل شيء من اسمه وقصف الحب ده بيحصل لما شخص يغرأك بالحب وبالاهتمام والمواد ده والإغراق العاطفي ده بيكون في أول مراحل العلاقة وأكيد أنت لاحظت ده لما حسيت في الوقت ده إنك أخيراً لقيت الشخص اللي بتحلم به وأخيراً لقيت شخص بيحبك بجد وتلاقيه دايماً بيكلمك عن مستقبلك معايا وإزاي هتكون حياتكم مع بعض بتلاقي نفسك في المرحلة دي تسأل نفسك معقول اللي أنا فيه ده ومعقول اللي أنا حسه ده بجد بسبب كمية الاهتمام والمثالية اللي بتلاقيها فيها ده اللي بيعمله الشخص النرجسي علشان يجذب ضحيته لما بيغمرها بالمجاملات الرئيئة والهدايا الغالية ورسائل الغرامية على كل وسائل التواصل معك بتبدأ في المرحلة دي تحس بإمتك الكبيرة جداً عند النرجسي من خلال الاهتمام اللي بتحسه منه وبمجرد ما نرجسي يحس باللي انت وصلت له ده بتبدأ الإساءة النرجسية معاك وبيتغير سلوكه تماماً وبيبدأ ياخد كل الحب اللي ادهولك ده وانت في الوقت ده بتحاول تبزل أقصى ما عندك علشان ترجع العلاقة لما كانت عليه وهو ده اللي بيحصل لك لما بتقابل علاقة سامة بالشكل ده قبل ما تعرف وتتأكد انها فعلاً علاقة مؤزية من البداية ولكن كانت مدارية وراء قناع الحب ده الشخص النرجسي مش ممكن يظهر لك أبداً حقيقته لانه عارف جوا نفسه انه ملوش قيمة أو غير جدير بيك لو انت عرفت حقيقته مش ممكن هتقبل ترتبط به علشان كده النرجسي بيعملك من وراء القناع ده علشان يوهمك بانه شخص مثالي جداً مش الشخص الحقيقي اللي جواه والكلام ده مش هيفرق كتير لما يحصل من أب أو أم أو زميل عمل أو مديرك أو زوج أو زوجة لأن كل علاقة مع شخص النرجسي كلها كدب وخداع والمشكلة مع الناس دي انهم بيكدبوا على نفسهم وهم وأصلاً مش صادق مع نفسه لما بيواجه نفسه علشان كده من المستحيل انه يكون صادق معاك النرجسي بيتولد بإحساس بقيمة نفسه من خلال رد فعلك علشان كده دايماً النرجسي بيحاول قناعك انه حاجة مثالية جداً وأكتر بكتير من اللي جواه أكبر مشكلة في الوقت ده أن النرجسي كداب ماهر جداً وقادر على أنه يخترع حياة كاملة مزيفة وغير حقيقية وبيقدر كمان يثبتها ويدعمها بحساباته على التواصل الاجتماعي وممكن يجيب لك كمان شهادات ووظائف بيشتغل فيها كمان النرجسي عنده خوف من الهجر أو أنه ينترك رغم أن ده ما يبررش أبداً سلوكه الموسيق ده ولكن الحقيقة اللي لازم تعرفها أن النرجسي بيجدب لأنه مقتنع تماماً أنه مفيش حد حيتقبله بشكله الحقيقي أبداً الحاجة اللي بعد كده أنه بيلعب دور الضحية مهما كان شكل علاقتك الرومانسية وبشكل معين كده هتلاقي نفسك اتحولت لشخص سيء لكن لو بصيت للموضوع بشكل أعمق من كده هتلاقي أن النرجسي بيتلعب بيك وبيهينك وبيسئلك بكل الطرق ورغم كده وبطريقة معينة قدر النرجسي أنه يقلب الترابيز عليك وخليك تبقى أن أنت الوحش وسيء في كل الحوار اللي حصل بينكم وحتى لو وصل النرجسي أنه إضرابك هيلومك ومن الممكن كمان أنه يبكي ويتهمك بأنك أنت اللي استفزيته وبيوصل به حال أنك تبقى المسؤول عن كل حاجة بينكم وبتكون أنت المزنب بكل حاجة غلط أو مش صح في علاقتكم لما بيحصل ده لازم تحط في اعتبارك أن أنت اللي بيتعرض للإساءة الجسدية واللفظية والعاطفية في العلاقة دي وأنك ضحية للسلوك النرجسي مش العكس الحاجة اللي بعد كده وهي أنه بيعزلك اجتماعيا العلاقة الصحية والطبيعية جماعة بتديلك مساحة أنك تكون على طبيعتك بصرف النظر عن الرومانسية ولكن لما بتتعامل مع شخص نرجسي بيكون عايزك بالكامل له لوحده في بداية العلاقة بتفهم من الطريقة دي أنه بيحبك لدرجة أنه مش عايزك بعيد عنه دي أو أحدك ولكن احذر وبشدة لأن ده للأسف شكل تاني من أشكال الإساءة العاطفية وبيكون واضح جدا أن النرجسي بيكون عايز يعزلك عن علتك أو أصدقائك أو الناس اللي بيحبوك بجد وده لسبب واحد هو أنه بكده بيكون من السهل عليه جدا أنه يتلعب بيك بسبب أنك مش هتلاقي حد يحذرك زي صديق أو حد من أسرتك لو لاحظ أنك في علاقة موسيقى لو لاحظت طريقة الموسيقى اللي بيعملك بيها النرجسي كل اللي النرجسي عايزه أن يضمن أنه مفيش حد حيساعدك أو يحاول يفتح عينيك على حقيقة اللي بيحصل لك النرجسي عارف ده كويس وعلشان كده هيعمل أقصى جهده علشان يضمن أنك تقطع علاقتك بأي حد غيره هو عن طريق بقى يعني أنه يحاول يشغلك بأي حاجة تخليك ما تفكرش أو ما تلاقيش وقت للاتصال بالناس دي وبعدها يبدأ أن نرجسي يلعب بعقلك ويزرع جواك الشكوك ناحية الناس دي زي مثلا أنه محدش يعرف مصلحتك غيره هو أو أن أصدقائك دول بيغيروا منك وعايزين يخربوا حياتك أو أن والدك أو والدتك بيحب حد من إخواتك أكتر منك علشان ما تتقبلش منهم أي نصيحة في علاقتك يعني في الحال طول ما أنت في علاقة مع نرجسي وللأسف بيخليك توصل لأنك تتجنب الناس دي حتى لو أقرب الناس ليك ولو ده ما فلحش معاك بيبدأ أن نرجسي يحاول يخليك تحس بالغيرة ويبتزك عاطفيا علشان ما تقضيش أي وقت مع أي حد تاني غيره عارفين يا جماعة كلنا أهم الصفات النرجسي واللي من أهمها الشعور بالعظمة والاحتياج المستمر للإعجاب وكمان إنعدام التعاطف بالإضافة لبعض الصفات الخطيرة واللي ممكن توصل للانتحار أو محاولات الانتحار ومش كل النرجسيين يا جماعة زي بعض وبالرغم من كده فيه نمط معين في سلكهم اللي بيمشوا عليه لما بيلاقوا ضحية جديدة والنمط ده اسمه دورة الإساءة النرجسية وهقولك على مراحل دورة الاستغلال أو الإساءة النرجسية طبعا أول مرحلة وهي مرحلة المثالية في البداية بيعتبر النرجسي ضحيته شخص كامل جدا ومثالي وبيرفض أنه يلاحظ أي عيوب فيها ما بيعملش الضحية أي على أنها أبدا شخص عادي وبعد المثالية دي بتبدأ مرحلة قصف الحب أو الإغراق العاطفي وبيستمر النرجسي في أنه يقنع الضحية بأنه هو توقم الروح وأنه هو لازم يعيش معاك للأبد واللي بيحصل من النرجسي ده مش بيكون حب عادي ولكن حاجة الندرة جدا ما بتحصلش منه أبدا في حياته غير في المرحلة دي ولكن للأسف المرحلة دي بيكون الهدف منها أنه يخلي الضحية تعيش حالة من التبعية العاطفية والقوة والسيطرة عليها من ناحية تانية أما المرحلة اللي بعد كده وهي تقليل الإيمة في العلاقات الصحية والطبيعية الأمور مش بتتغير كتير في مرحلة قصف الحب ومعظم الأزواج بيوصلوا الحب والاحترام لبعض ولكن في العلاقة النرجسية بيبدأ الضحية يشوف أشكال الإساءة النرجسية اللي بتبين له الشكل الحقيقي للشخص اللي معاده لأول مرة المرحلة دي النرجسي بيقلل من قيمة الضحية وبيضمر احترامها لنفسها وإحساسها بقيمتها ودي المرحلة اللي بتبدأ فيها الإهانات والإيزاء الجسدي وكل أشكال التلاعب أما المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الرفض أو الإلقاء والتخلي بمجرد ما النرجسي بيحصل على كل احتياجاته بيدرك إن هو كده قدر يدمر ضحيته لكن هو مش بيحس أبدا بأي ندم أوزم بناحية اللي بيعمله ده بسبب إنعدام التعاطف اللي عنده اللي بيحصل إن النرجسي بيبدأ يتجاهل ضحيته تماما ويبعدها عنه بعد ما خلصت مهمتها وبيكون النرجسي في الوقت ده على استعداد للدخول في علاقة جديدة وضحية جديدة طيب يا جماعة إزاي نقدر نتعافى من سوء المعاملة النرجسية بكل تأكيد يا جماعة تقدر تخرج من الإساءة النرجسية بشكل قوي جدا عن طريق بعض النصايح اللي أقولها لك وأولها الانفصال العاطفي مهم جدا قبل ما تترك شخص نرجسي وتنفصل عنه إنك تنفصل عنه عاطفيا طيب ده معناه إيه؟ معروف يا جماعة إنه مش من السهل الخروج من العلاقة في معظم الأحوال ولما تكون عايز تخرج من العلاقة لازم تكون لك خطوات أو طريقة تقدر بيها تنفصل أو تخرج من العلاقة وكمان يكون معاك حد يدعمك في المرحلة دي زي معالج أو طبيب نفسي أو أي حد يكون عنده الإمكانية إنه يقدم لك الدعم ويقف جنبك في الوقت ده أهم شيء تعمله علشان تنفصل عاطفيا عن النرجسي إنك تقلل جدا من تواصلك معاه حتى لو كنت مضطر للكلام مع النرجسي حاول يكون في أديق الحدود وتجنب الجدال تماما وكمان اوعى أبدا يعرف النرجسي منك إنك ناوي تترك العلاقة والأهم في المرحلة دي إن انت من جواك تكون مقتنع ومقرر ترك العلاقة وبكل تأكيد أنت عرفت أسلوبه وفهمته وبيتلعب معاك إزاي وتقدر تتفادى الوقوع في فخه مرة تانية كمان اوعى تقع في فخ الوعود الكذابة للنرجسي وطلع من دماغك تماما إن ممكن الأمور تتغير الأحسن الحاجة اللي بعد كده اللي هي قطع الاتصال بعد ما بتترك النرجسي بيعمل كل اللي بيقدر عليه علشان يعيدك مرة تانية للعلاقة حتى إنه ممكن يحاول يقنعك إنكم تفضلوا أصدقاء النرجسي في المرحلة دي ممكن تلاقيه بيتحايل عليك ويغرقك مرة تانية بالعواطف والحب والاهتمام وهتلاقيه تحول للشخص اللي انت قابلته في أول العلاقة وتخدعت بحبه لك لازم تعرف إن دي مصيدة والنرجسي حطه لك في طريقك علشان يسيطر عليك مرة تانية النرجسي يا جماعة لن يتغير أبدا هو كل الموضوع إنه عايزك ترجع مرة تانية علشان يرجع هو كمان لطرق التلاعب والإساءة اللي كان بيعملها معاك ولكن لما بيحس إنه سيطر عليك مرة تانية كل المطلوب منك هو إنك تقطع الاتصال تماما وتعمل حظر كامل لحساباته على أفصائل التواصل الاجتماعي وكمان ما تتكلمش مع أي حد يكون على اتصال بالنرجسي علشان ما يوصل لكش معلومات عنه وتبطل تظهر في أي مكان يحتمل إنه يكون موجود فيه الحاجة اللي بعد كده ومهمة جدا وهي نظام الدعم نظام الدعم يا جماعة وهو مجموعة أصدقائك أو معارفك أو عيلتك اللي بتحبك واللي ممكن يسندوك في المرحلة دي ويدعموك ويقفوا جنبك ومن غير وجود الدعم ده جنبك هيكون التخلص من الإساءة النرجسية صعب جدا علشان كده حاول تلجأ لأي حد ممكن تصق به واللي من الممكن يكون النرجسي اتسبب في بعدك عنه أو بعضه عنك وقطع علاقتك به لكن صدقني هم وأكيد الناس دي فاهمين المعاناة اللي انت مريت بيها وعمرهم هيتخلوا عنك وقت احتياجك ليهم حاول تتواصل معهم فورا وقل لهم كده بشكل مباشر إنك محتاج لهم ومحتاج إنهم يقفوا جنبك وهم بكل تأكيد هيعملوا كل اللي في وسعهم عشان يساعدوك في حالة إن انت مفيش أي حد ممكن تلجأ له حاول تطلب ده من أي معالج نفسي أو طبيب وحط في اعتبارك إن الدعم ده ضروري جدا لمساعدتك في إنهاء العلاقة السامة اللي انت فيها والأهم يا جماعة من كل اللي قلناه ده بجد إن معظم الضحايا بينسوا إنهم يتعلموا إزاي يحبوا نفسهم من جديد وده بسبب تركيزهم الأكبر إنهم عايزين يخرجوا من العلاقة بأي شكل لازم تكون مقتنع إنك تستحق معاملة أفضل وحياة أفضل ولازم تعرف قيمة نفسك كويس جدا أتمنى جماعة إن الحلقة دي تكونوا استفدتم بيها يا رب ما كنتش طولت عليكم وإن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته